موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في الحلقة التامنة والاخيرة من الموسم التالت من برنامج رمضان واشياء المخصص لمناقشة مسلسلة رمضان لعام 2019 الحلقة دي هي الحلقة الاخيرة من رمضان واشياء بنختم فيها الحوار تماما في الكلام عن المسلسلات اللي انا كنت بتابعها ومن بكرة ان شاء الله نبتدي نتكلم في افلام العيد وانا حتى الان مش مقرر الدنيا هتمشي ازاي انا مش عاوز اخش مسلا في اربع افلام عيد واربعض في نفس الوقت في افلام اجنبي مهمة بتطرح في مسلسلات مهمة بتطرح في حاجات زي كده عاوز انوع ما بينهم ومش عارف ايه اللي ممكن يرضي الناس واضن اني مستحيل حعرف ارضي حد يعني لو اتكلمت في مسلسلات العيد واربعضها حتجيلي الرسالة المعتادة انت سايب جون ويكو قاعد تتكلم في افلام العيد انت سايب شرنوبل واعملت تتكلم في افلام العيد لو جيت اناوع حيقولك انت سايب فيلم العيد اللي احنا عاديين مستنين رأيك عشان نقرر حنخش انا مش هنخش اناعمل ما عرفش مين فحقيقي لو حد يشور علي ايه اللي عملوا علشان ارضي الناس كلها ياريت تقولولي لاني حقيقي مش عارفة لعبها ازاي على الاطلاق لو تسألني انا عاوز ايه انا عاوز العب فيفا عام نفسي انا مش عاوز اتكلم لا في افلام ولا في مسلسلات في الوقت الحالي انا عاوز افوق عايز افوق تبنغي شوية معلين بس بهزر اا او بتكلم جد زي ما انت عاجو زينا المهم اا حلقات اا رمضان واشياء في الموسم التالت فيها حرية حرق لكل الاحداث الممكنة والحلقة دي مخصصة للكلام النهائي عن مسلسلي ولد الغلابة وزي الشمس فلو في حد لسه ما شفش الحلقات الاخيرة من واحد من المسلسلين افضل انه يقفل الحلقة دي ويبقى يرجع لها لما يشوفهم حلقاتنا بدون سكريبت فيه بس ملاحظات قدامي عاوز اتكلم عليها تفعل ممكن يبقى فيه شوية تهتها شوية لخبطة شوية اسامي مش فاكرها ممثلين مش فاكرهم حاجات من هذا القبيل بس قبل ما نبتدي نتكلم في المسلسلين اللي عاوزين نتكلم فيهم عاوز اكلمكم عن مسلسل تالت وهو مسلسل بدل الحدوطة تلاتة وبالتحديد الحدوطة التالتة اخر عشر حلقات اللي ظهر فيهم هشام ماجد وظهر فيهم بيومي فوقات اعتقد انه كان موجود في البقية مش متأكد يعني المهم اه كانوا حلوين يا جماعة العمل الكوميدي الوحيد اللي تفرجت عليه ولقيت مش بس دمه خفيف لا وقدر نوا يدحكني قادر اني اتواصل معه شوية رغم ان حلقته الاولى والتانية كانوا برضو بيندرجوا تحت نفس التصنيف اللي انا اعطيته لكل المسلسلات الكوميديية اللي شفتها اللي هي دمهم خفيف ما حدش يوم دمه تقيل ولكن طفوليين قوي العشر حلقات الاخرانين برضو طفوليين الحد كبير ولكن فيه تعلق ببعض اللحظات الاجرامية بالتحديد اللي لها علاقة بهشام ماجد وعلاقته بالرؤساء العصابات والكلام ده كله ويطلع منها كوميديا حلوة انا عن نفسي تواصلت معها شوية فقلت ارشحها لكم ولو اني مش فتاش للاخر انا شفت من اول اول حلقة اللي هي يعني الواحد وعشرين لغاية الاربعة وعشرين خمسة وعشرين والباقي لا قط منه او كلام زي ده يعني اللي يحب يضحك شوية ممكن يلاقي شوية ضحك في الحدوطة التالتة في مسلسل بدل الحدوطة تلاتة النهاردة المفروض الكلام عن زي الشمس يبقى اكثر بكتير من ويلد الغلابة ليه لان ويلد الغلابة احنا اتكلمنا في لغاية الحلقة اللي اربعة وعشرين فاحنا عمليا النهاردة بنتكلم عن ستة حلقات بس وبعدنا التقييم العام ومش مفروض يبقى فيه كتير يتقال لان اتكلمنا بتفاصيل اوي في الحلقة اللي فاتت اعتقد انها كانت الحلقة السادسة اللي خصصناها بالكامل لولد الغلابة ولكن للامانة بينما على الجانب الاخر زي الشمس احنا بنتكلم النهاردة عن تلتاشر حلقة لا ان اخر حلقة اتكلمنا عنها كانت السبعتاشر فاحنا بنتكلم من التمنتاشر للتلاتين ولكن للمفاجأة انا عندي حاجات اقولها في ولد الغلابة اكتر بكتير مش عارف ده حصل ازاي حيه مش عارف حصل ازاي يعني انا بتريدت احط الملاحظات وانا حاسس ان الحلقة دي هتبقى مش متوازنة تماما ولد الغلابة كلمتين ورد غطاهم وزي الشمس نقعب بقى نقول الكلام الكبير كله يعني وبتاع ولكن ده ما حصلش الكلام الاكتر موجود في ولد الغلابة فخلوني حاول ابتدي به على امل اني اعرف الاخصه سريعا ولو اني انا مش ابو سريع على الاطلاق انا من الناس اللي بتتكلس وبترصب وبتقعد ترغي وبتقعد تتوقف عند النقطة الواحدة كتير وكلام زي ده المهم مسلسل ولد الغلابة مسلسل اه محترم مسلسل كويس يعني عاوز ادي له صفة تعطيه بعض الاهمية وبعض الوزن اكتر من مجرد انه سلسلة من الميمز اللي احنا شفناها كلها على السوشال ميديا كتير من الميمز دي في محلها انا مش بقول انها غلط او سخيفة او بتاع كتير جدا في محلها وكتير جدا بيهلك من الدحك بس تلخيص المسلسل في ده بس انا مش شايف انه هو عدل رجوعا لنقطة اللي انا قلتها قبل كده هي التشابهات ما بين المسلسل وما بين بريكينج باد في خط درامي رئيسي ما بيجمعهمش هما الاتنين ببعض بس هو بيجمع اعمال كتيرة بنفس الخط ده وعلى الجانب الاخر تلات اربع مشاهد من قولين كربون وانا الفار بيلعب في عبي بخصوصهم لغالي دلوقتي مش قادر اقرر ليه عملوا المشاهد دي بالتشابه الكبير ده جدا في الحلقة اللي كنت بكلم فيها عن مسلسل قبيل اه حطيت التلات مسلسلات التلاتين حلقة الكبار اللي انا بتابعهم في الميزان قصاد بعض لان التلات مسلسلات اللي هما قبيل وزي الشمس وولد الغلابة فيهم جانب درامي وفيهم جانب جريمة وقلت ان الفروق ما بينهم قد اكون موفق وقد اكون غير موفق وانا بقول ده لكن ده حقيقي اللي انا حسيت وانا بتفرج مسلسل قبيل جانب الجريمة فيه رائع جدا 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 ممكن يكون ترنح شوية في بعض اللحظات مع بعض القرارات الساسجة ولكن بشكل عام هو حقيقي متكلف وحقيقي راقي على مستوى التعقيد والتحديات اللي موجودة فيه بينما جانب الدراما مهتز الى حد كبير زي الشمس على الجانب الاخر جانب الدراما اللي فيه ليه اوزان اجتماعية سهل جدا المشاهد ايا كانت فئة ويتعلق بها يعني حد ان بنت تتعلق بشخصية نور او بنت تتعلق بشخصية فريدة او ولد يتعلق بشخصية عمر او ولد صغير يتعلق بكريمة او بنت صغيرة يتعلق بكرمة ده وارد جدا عشان كده بقول لنا الدراما بتاعته ريليتابل وحلوة حقيقة كويسة يعني مشكلتها بس الناس تاتيكية شوية وده موضوع هنتكلم فيه لما نيجي نتكلم في زي الشمس بالتفاصيل ولكنها حلوة ليها وزن بينما جانب الجريمة مليان مهازل مليان مهازل بكل تأكيد يعني مسلسل ولد الغلابة في الميزان ده لا وصل في الجريمة لللي وصل له قبيل ولا وصل في الدراما لللي وصله زي الشمس ولكنه في المتوسط المعقول في اللكنين عنده سازاجات عنده حاجات مثيرة للضحك بمنتهى الامانة في اوقات كتير جدا عنده مشاكل تقنية وفنية بشكل عام او نقدر نقول مش مشاكل ولكن عدم استعداد للمخاطرة والتميز والامور دي كلها خصوصا في النص في النص التاني بتاع احداثه ولكن لا اسخف حاجة عنده ما وصلتش الاسخف حاجة عند قبيل واكتر علاقات درامية سطحية ممكن ما تكونش وصلت برضو لبعض الغياب التام للتقدم والتطور اللي كان موجود عند قبيل في زي الشمس لا مستوى الجريمة تفاوت كبير جدا برضو يعني ارخم المواقف ارخم المواقف اللي ليها علاقة بالجريمة اللي في زي الشمس ملهاش مثيل في الدنيا كله يعني مش بس بقرنا بولد الغلابة هي ملهاش مثيل في العالم ملهاش وجود في الكون يعني بينما طبعا الدراما لأ ولد الغلابة اقل بكتير في الدراما من زي الشمس ولكنه مش ما وصلش لمرحلة الوحل ما وصلش لمرحلة المستنقعات اتمنى ان الكلام يكون واضح هو اقل من ده في نقطة تميزه اقل من ده في نقطة يوزه ولكنه في المتوسط المقبول على الجانبين وده اللي بيخليني اعطيه بعد الوزن ويمكن الوزن ده كان يبقى اكبر من كده شوية واقوى من كده شوية لو كان استمر على نفس المستوى من الجدية ونفس المستوى من استثمار بناء الشخصيات زي ما عمل في اول خمستاشر حلقة او في النص الاول لغاية لما ضحي سابنا والدنيا انهارت شوية من بعد غيابه عننا على مستوى الدراما مسلسلنا قضى وقت طويل جدا وهو بيقدم شخصيات كتير ويديها وزن مقبول ويكرم كل الشخصيات دي بمستوى الانتباه الواجب ليها حتى النهاية وطبعا كان باين من البداية انه هو بيحطهم على مصار تصادم وده اللي حصل في النهاية زي ما كان راسم وزي ما حصل مع بعض المفاجآت وبعض الالتواءات وبعض اللحظات اللي ممكن تابعوا المشاهد للترقب والكلام ده كله ده كان ناجح لو نيجي نبص على الارك بتاع الشخصيات يمكن ده برضو المسلسل بمنتهى الامانة الوحيد اللي قدر اقول ان كان عنده ارك كامل لعدد من الشخصيات معده شخصية واحدة اللي كان تقديمها رائع جدا ولكن اللي حصل فيها بعد كده كان سيء قوي وهي شخصية صفية يعني شخصياتنا كلها شهدت البداية وبعدين الصعود وبعدين السقوط وقصة كل ده الغلابة هي بمنتهى للبساطة قصة اتجاه للجريمة ولكن على المستوى الارك بتاعها صعود وسقوط زي شخصيات بتاعتنا بقى معهم فلوس وبقى قوم شخصيات مؤثرين وكسبوا وعملوا بتاعة ما عرفشوا مين وبعدين الجريمة لا تفيد والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها معده شخصية صفية شخصية صفية كان عندها ارك وقف اعمال هنك في نقطة معينة وفضل ماشي على نفس الخط ده بدون ما اي حاجة في الدنيا تحصله لغاية النهاية ده كان مفيد على مستوى البصلة زي ما قلت كتير قوي ولكن مضر جدا للشخصية نفسها والتكسيد انجي المقدم كمان اللي قعدت في وقت طويل جدا نتعمش حيغر انها بتبرق وبتغلف نفسها وخلاص حتى لو حاول لأ انا اقترحت يعني كان ممكن احب اشوف بعض التنوعات لبعض النواحي التانية في حياتها بعيدا عن موضوع غلها مع عيسى يمكن ده كان يفك الدنيا بالنسبة لها شوية ولكن ما عملوش كده احنا بنروح لها عشان تغلف عيسى بس وبعدين نسبها على مستوى الجريمة انا شكرت في المسلسل الكتير في الحلقات اللي فاتت لقد ايه هو بيبدل مجهود في انه يكون مصمم المواقف بتاعته على مستوى الجريمة بشكل كويس وازاي عنده تبرير لكل حاجة حتى لو اللي بيحصل قدامك ده ما انت الشريء قوي حتى لو التبرير مش مقنع قوي ولكن المسلسل بدل مجهود في انه يقدمه في انه يديله مسحته انه يديله وضعه انه يديله حجة يقول انا بعتها كده انت اشتريتها اشتريتها ما اشتريتهاش ما اشتريتهاش عشان كده بقول هو على مستوى الدراما وعلى مستوى الجريمة اتحرك شوية لو نيجي نتكلم على حتة الثيم يو احنا نتكلم في اخر ستة حلقات في اخر ستة حلقات موضوعنا كان ايه؟ اهمية الدنيا بتاعتنا كلها كان ايه؟ المراحل الدرامية بتاعتنا كانت ايه؟ اولا ان احنا كنا بنعاوزين نوصل شخصياتنا لاقصى درجات القوة شخصيتنا الرئيسية عيسى وشخصيتنا الثانية فرح شخصية صديق شخصية حمزة والكلام ده كله نقل تمام كبير جدا كبيرة جدا وصلوا للي هم عاوزينه بقوا اغنية جدا خدوا فلوسهم كلها وقدروا يسلكوا نفسهم خارج حياة الجريمة من خلال القفز على بعض العوائق زي نقطة غسيل الاموال اللي تمت عن طريق جمال لبة احمد زاهر سول جودمن زي ما الميمز مصممة زي حتة الفلوس زي شنط الفلوس ده تخبوها من البوليس موضوع السطح والكلام ده كله مش اعظم حاجة في الدنيا بس هو استعنى انه هو يدلق حاجة ده اللي انا اعمال عيد وازيد فيه في النقطة دي بالتحديد ازاي عرف يخرج نفسه من تحت سيطرة المعلمين الكبار بتوع المخدرات ازاي عرف يطلع حمزة ازاي الكلام ده كله مهم انه هو يوصل في الاخر لدرجة السطوة الكبرى وكارت سريع كده يخرجه كمان من حياة الجريمة اللي هو مش عاوز يستمر فيها النقطة التانية تأكيد مهم قوي كان موجود معنا من البداية ولكن تم ترصيخه اكتر واكتر في حتة السوبرمان بتاعنا اللي هو عيسى ده الكريبتنايت بتاعه ايه نقطة ضعفه ايه نقطة ضعفه البلايند سبوت بتاعه بمنتهى البساطة هي عيلته وده عجبني جدا لان من البداية قوي عمال اشكر في تشكيل عيلته تهور حمزة غبائس وطمع وانانية صديق وغل صفية وعدم قدرته على التنكيل باي حد منهم ده في الاخر هو سر سقوطه ان صفية بالنسباله كانت بلايند سبوت ومهما حاول انه هو يتصور انها ممكن تصفال وهو سعل رضاها كتير جدا كانت في الاخر هي نقطة النهاية بتاعته بالاضافة لانانية وطمع صديق اللي سمح لصفية انها توقعه على اي حل من الاحوال وده كلام كويس عجبني برضو الى حد كبير وشايف ان هو ادنى بطريقة كويسة جدا وبعدين السقوط بقى لحظة السقوط لحظة الانهيار اللي في الاخر اتخصص لها اخر حلقتين عندي فيها بعض التحفظات على مستوى المتابعة على مستوى خطوط القصة نفسها ان القتل بتاعنا كان من وجهة نظر شخصياتنا وبشكل الى حد ما مقنع ضروري عملية القتل اللي هم عملوها كلها انا لسه لغاية اخر لحظة فرح كانت بتبرر انها قتلت صفية لان ده برضو كان ضروري لحياتهم الحقيقة انا مختلف تماما يعني يعني مش قادر اقلوم النقطة دي بشكل حاد قوي والتريع عليها مثلا وكلام زي ده لان فرح من البداية بيتم تقدمها وبيتم التدليل اكتر واكتر على انها مش زكية ولا حتى عيسى كان زكي قوي ولكن انخراطه في حياة الجريمة اكسبوا بعض المنطق في هذا الاطار في هذا العالم يعني فرح لا فرح حتى كان بيتم تقديم الموضوع غباءها ده بطريقة كوميدية في التعامل مع عيسى هي المرة دي اتحركت بدافع انتقامي وهي لسه بتؤكد انها عملت ده بدافع المصلحة العامة انه قضي الطريقة علشان نخلص من اللي احنا فيه دوت وانا استمر في الحياة وكلام زي ده ما عجبنيش قوي فكرة انها تقتلها فكرة انها تدفنها معرفش ايه الحكاية دي ما دخلتش دماغي قوي النقطة بتاعت اكتشاف الجسة عيد في منتهى السزاجة ان احنا نتصور ان عيسى وفرح ساعة لما رحوا يدفنوا في مكان معين في الصحراء الصحراء الشاسعة الواسقعة المعرفش مين مختروش غير المكان اللي بتغطيه كاميرتين مرقبة بتوع مصنع وبشكل واضح جدا فول اتش دي برقم العربية بوشه كان ناقص يعمل كده باي باي للكاميرا عشان نصدق ان هو هو كلام زي ده فيها قدر كبير من السزاجة ما دخلتش دماغي قوي على مستوى احترام الموقف اللي بقوا فيه الشخصيات يعني احنا في نفس الوقت عندنا واحد بيتلاعب بالبوليس وفي نفس الوقت بيقع في غلطة بالطريقة دي ومعرفش الجوسة الكلاب نبشت الجوسة فقالك نبص في الكاميرا الكاميرا مسكت على جريمة قتل من شهور ومحدش كان بص فيها قبل كده فبدخلش دماغي قوي الكلام ده ولكن ارجع واقول المسلسل اجتهد في انه يبين في انه يوضح في انه يبرر في انه يقدم اسباب ويقدم نتائج للي بيحصل ده النتيجة في النهاية كانت ان لما عيسى عارف ان فرح قتلت صفية بيقتلها هي كمان في مشهد بمنتهى الامانة برضو قريب جدا من مشهد جون سنود دينارس في جيم اف ترونز ولكن المسلسل ده يا جماعة ممكن يكون اكتر مسلسل مزنب في التاريخ او اكتر مسلسل حظ وسيء في التاريخ انا لو فاكر صح مسلسل ويلد الغلابة انتهى تصويره وانا قريد خبر انتهاء تصويره قبل اخر حلقتين مسلا من جيم اف ترونز مش قبل اخر حلقة بس قبل اخر حلقتين من جيم اف ترونز فازاي يبقى عنده اربع خمس مشاهد كربون من بريكينج باد انا زي ما بقول اسباب الكربون ده حاجات كتيرة ممكن يكون تأثر فني من المخرج برضو محاولة قماش زي اللي كنا نتكلم فيها على قبيل ولكنها كانت نسخ بدون اي اضافة برضو بكل تأكيد ولدرجة مضحكة يعني يمكن اللي حاول اللي حاول يتعامل في قبيل ما كانش بيدحك لهذه الدرجة المرادي الدنيا كانت تدحك يعني او انه مقصود بقصد اثارة السوشال ميديا واثارة الحوارة عن المسلسل والكلام ده كله حيطة النقل من جيم اف ترونز دي بقى حصلت ازاي والنبي يعني هو يعرف المخرج بتاع جيم اف ترونز شافه الحلقات وهي بتتصور عارف مده حيحصل ارى السكريبت اللي متصرب مش عارف مش عارف بس المشهد قريب جدا 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 الى اقصى درجة والنهاية ما دايقتنيش يعني فكرة ان انا متوقع من بدر ان لازم حد من الاتنين دول حيغضر بالتاني ولكن في النهاية هي كانت نهاية بدون غدر قوي هي كانت نهاية طبيعية لشخصية خلاص يعني اه قتت على جريمة تجاه الكريبتونايت او نقطة الضعف بتاعة شخصيتنا فقرر في النهاية انه هو ينهي هذا الموضوع وده دخلوا في حتة اللقطة العاطفية بتاعت انه هو لسه يحبها وان اللي عمله ده يعني اه ضروري برضو علشان اللي هي عملته بياخد طار اخته من الاخر يعني ولكن ما فيش غدر ما فيش خيانة حصلت في الموضوع لو كان حصل غدر واخيانة كان الموضوع عجبني اكتر مسلسلنا كان افضل في نص الاول عن نص التاني بكل تأكيد في النص التاني اه شفنا بعض القرارات اللي ممكن ما تكونش مقنعة قدنا وقت كثير جدا في بناء علاقة رومانسية مفتقدة تماما للتناغم اللي ممكن يوصلنا لاي هدف ممتع او مسلي للمشاهد وهو بيتفرج عملنا ببوزز واستراحات كتيرة جدا علشان نحاول نحمل الحمل العاطفي باكتر بكتير مما يحتمل احد الشخصيات الرئيسية وقفنا القوس بتاعتقدمه عند نقطة معينة وفضلنا نحلب فيها لغاية اخر لحظة ما كانش عندنا تميز كبير تقني وكانش عندنا كوارث في نفس الوقت ما كانش عندنا ابداع كبير بصري وما كانش عندنا كوارث في نفس الوقت يعني كل الحاجات اللي نقرتها كتحفظات شفتها بعيني ولكن شفتها تقريبا في كل المسلسلات ما عدا قبيل الحقيقي كان فيت بعض التميز وبعض الاحترام للشروط وللقيود وللاصول البصرية بتاعت كل مشهد حتى لو ده شكل تحديات وصعوبات على اللي بيصور وبيشتغل الكوميديا بتاعتنا في اخر الحلقات ما كانتش سيئة خصوصا بعد ما تخطيت مع زاهر النقطة بتاعت سول جودمن يعني برضو اللي اتعمل في شخصية احمد زاهر في شخصية جمال لب دي زنب يعني جريمة بمنتهى الامانة انك حتى لو انت عاوز تديله تشابه مع سول في مرحلة من المراحل عشان موضوع السوشال ميديا والترند والكلام ده مش في اول مشهد ما كانش يبقى في اول مشهد لكن انك تعمل كده في اول مشهد فالرجل توصم بالتشابه فبقى دم متقيل على قلبك من قبل ما يبتدي يتكلم اصلا بعد كده لما حصل بعض التناسق ما بين الصوت والصورة وبعدنا عن الاتيتيود بتاعة صيع الشوارع ووصلنا اكتر لمحامي مجرم بكل تأكيد بس غريب الاطوار شويتين انا مبسطت بصراحة وجوده كان كويس واتحكت كتير على حاجات تعملها كوميديا زي لما كان بيقوله انا عملت زي انا عمل لك زي المصبح على الدين انت تدعك انا اطلع حلوة بصراحة دحكت وانا بتفرج ولما بتريت اضحك على بعض الافهات وبعض الحاجات اللي هو بيقولها لقيت بعض التواصل مع الموضوع ولقيت الدنيا دماء خفيف والغاية اخر لحظة كان كويس لغاية لما اكتشفنا في الاخر نهو لمحامي ولا بتاع وانه نصاب وانه معرفش مين ودرجة تماشي مع اللي بيحصل ده حقيقي يعني الكوميك ريليف التخفيف الكوميدي للاحداث الحادة جدا اللي حصلت في اخر ستة حلقات كان في محله عجبني ما دايقنيش في النهاية تقييمي للمسلسل هو سبعة من عشرة في النص الاول كان بالنسبالي انا افضل مسلسل ما بين المسلسلات اللي انا بشوفها بعد كده فضل في درجة قبول مرتفعة شويتين ولكن مش قادر انصروا على قبيل بعد انتهاء احداث المسلسلين لمنتهى البساطة لان قبيل اقدم على تحديات كتير ممكن يكون اهتز وانهار في بعض الاحيان تحتها ولكن ده لا ينفي ان هو في النهاية المسلسل اللي ادالك جريمة حلوة تحبت تبيعها وتحبت شوف اللي بيحصل فيها وفيها طبقات من التعايد تخليك تشغل مخك وحتى وانت بتنتقد تنتقد على مستوى مرتفعة شويتين اداك تقنيات مرتفعة جدا اداك فنيات مرتفعة جدا اداك اداء تمثيلي راقي جدا مسلسل والد الغلابة انا ما شفتش فيه اداء تمثيلي متميز الا من محمد احمد من ممضوح لغاية لغاية لما خسابنا ومشي من انجل مقدم لغاية لما وصلت لمرحلة التهنيجة واحمد زاهر كوميديا بعد ما تخطيت الحواجز بتاعت سول جودم فتقييمي هو سبعة يهميني جدا اهرف تقييم حضراتكم للمسلسل وتقولولي لو متفقين معايا في نقطة التوازن اللي هو اتحرك به واذا كنتم شايفين انه فعلا حتة التشابه اللي حصلت مع بريكين باد ده السر وراها كان ايه هل ده اقتباس تأثر محاولة لركوب الترنت ولا صدفة زي ما هو ما بيدعوا وانا شخصيا مش قادر اصدق نتحرك بعد كده لمسلسلنا الاخير في حلقتنا الاخيرة وقسمنا الاخير وانتو مش متخيلين قد ايه انا سعيد بالموضوع ده مش ان انا بنتهي من الموضوع انا سعيد شوية اني بنتهي من الموضوع ولكن اني كملت الرحلة الاخيرة بحقيقة فخور بنفسي مش قادر اتكلم يعني المهم 13 حلقة تقريبا النصف الثاني بالكامل من احداث مسلسل زي الشمس ده ممكن يكون حصل بالصدفة شوية ولكن في نفس الوقت انا كل ما كنت ببقى عاوز اتكلم عنه ما كنتش بلاقي حاجات كتير تتقال لانه حقيقي عانى من بعض التوقفات والستاتيكية في نقطة التمييز الرئيسية وهي النقطة الدرامية انا بقول المسلسل على مستوى الدرامي تقيل على مستوى العلاقات على مستوى البروفيلات اللي احنا تكلمنا عليها دي وعن الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية اللي هم بيعانوا منها ويمكن يكون على المستوى النفسي بالتحديد هو الاكثر تمييزا على مستوى الثلاث مسلسلات رغم ان القبيل حاب يلعب على مستوى التأثير النفسي دوت بشكل واضح في اوقات كتير ولكن انا شايف انه ساب نواحي كتير قوي بدون ما يقرب لها فخلى الصورة بشكل عام مش واضحة قوي لكن هنا بروفايل شخصية نور بالصراع اللي هي فيه واضح جدا بروفايل شخصية فريدة بالصراع اللي هي كانت فيه واضح جدا مصطفى نفس الموضوع عمر نفس الموضوع ولكن هل نقدر نقول ان ايا من الشخصيات دي يتشاهد ما يمكن ان احنا نقول عليه قوس ارك رحلة الحقيقة لا هما كلهم بروفايل فقط لا غير نور بتعاني من سيطرة عاطفية فيها قدر كبير من الايذاء مع عدم القدرة على انها تتحرر منها على المستوى العاطفي على الاقل مع عمر وده مسبب لها ألم نفسي عبرت عنه في نوبات غضب ونوبات انهيار كتير جدا ولكن ما تحركتش هي فضلت كده لغاية في النهاية خالص لما حصل اللي حصل وده هنتكلم عليه بعدين ولكن هي كانت بتدعي في بعض الاحيان انها انها تحررت من عمر انها سابت وانها عملت ما عرفش منه لكن هي ما تحركتش حتى الخط بتاع الجريمة اللي يمكن في النصف التاني من الاحداث شهد بعض التحركات وبعض الديناميكية وبعض التقلبات اللي ما كانتش وحشة على الاطلاق ولكن ده تأثيره كان ايه على مش نور بس الحقيقة على ايا من الشخصيات تقريبا تقريبا صفر ومش عايز اوصل لدرجة صفر بالكامل المصطفى نفس الموضوع الحبيب الذي يعاني من التجاهل ولكنه عشان مخلص وطيب وقلبه كويس ورهيف وبتاع ما عرفش مين لسه متنسج بنور مهما لفظته مهما ادت له علامات للاهتمام بشخص اخر مهما بان ان التصرفاتها بتادي تتسم بالغباء ناحية الموضوع ده اه فبعد الاحيان برضو كان بيوصل او يمكن مرة واحدة اللي وصل فيها لدرجة الثورة عليها وانه هو سبها وانه معرفش مين وبعدين رجع تاني زي مش عارف مين في الاخر اه عمر هو الوحيد اللي عنده ما يشبه بالارك مش قوي برضو بس شوية على الاقل شخصيته فيها قدر كبير من المفاجآت اه تأثيره على اللي حواليه ممكن يكون شهد بعض التغيرات وبعض التحركات اللي خلت المتابعة مثيرة شوية للاتمام ولكن لما تيجي برضو تدور هو تغير هو تحول هو تطور هو اي حاجة الحقيقة لا المسلسل ممكن يثير نقطة مهمة جدا وهي انه فعلا هي دي حكايته هي حكايته عن الشخصيات اللي بيعانوا يا اما من انطباعهم يا اما من تأثير الاخرين عليهم ودخولهم في علاقات ممكن تكون مؤذية على المستوى العاطفي وعلى المستوى الاجتماعي وعدم قدرتهم النفسية على التحرر منها ده ممكن يكون كويس وانا لو عاوزة ادفع عن المسلسل حقول لي كلمتين دول بكل تأكيد ولكن احنا كان عندنا خط موازي لجريمة كان لازم اللي بيحصل فيها هيبقى له بعض التأثير على خطنا ده وإلا ما كناش عشنا تلاتاشر حلقة فلات تماما على المستوى العاطفي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الدرامي واللي بيحصل فيه على جانب الجريمة بقى لا الحاجات كانت بتتحرك وانا اجرت تجربة على الموضوع ده انا تقريبا نطيت الحلقة واحد وعشرين واثنين وعشرين انا شفت الحلقة عشرين نطيت واحد وعشرين واثنين وعشرين وحاولت اتفرج على تلاتة وعشرين مباشرة وده كان على سبيل الاختبار عشان اشوف هل ححس ان فاتني حاجة ولا لا على المستوى الدرامي ولا حاجة ولا حاجة زي ما بقول كده بروفايلات الشخصية مش بس الحلقتين دول انت لو نطيت مش حقول لك التلاتين حلقة اقول لك اول خمس ست حلقات دول بس عرفونا هو از هو عرفنا مين مين وبعد كده من الحلقة السابعة لغاية الحلقة تلاتين مش هتفرق كتير كل الموضوع شبه بعض ويا على مستوى الجريمة لا بقيت عاوز اتابع مش عارف اتابع الدنيا سقطت مني تفاصيل في حاجات حصلت في ناس اتكلمت في ناس خرجت في ناس دخلت فرجعت تاني بصراحة اشوف الحلقات دايات زي البرينس في فده كان دليل على ان الجريمة كانت بتتحرك التحقيق كان بيكتشف امور جديدة زي الموضوع بتاع يوسف وعدم نسبه العمر وحقيقة نسبه الجمال وما يتبع ذلك من عواقب ودخول الناس في دائرة الاتهام وخروج ناس من دائرة الاهتمام لغاية لما وصلنا للنهاية والنهاية دي موالة واحدة والنهاية بتسألوك حاجب لكم حقوقكم لا انا قلت لكم في مشهد في الموضوع نهاية قبيل انا مش حاجب لكم حقوقكم اولا المرة دي حاجب لكم حقوقكم هتم بسطوا مني ان شاء الله يعني وده كان كويس الدنيا كانت بتتحرك بس ازي ما بقول مع تحركات بتاعة خط الجريمة خط الدراما ما كانش بيحصل فيه اي حاجة الشخصياتنا كانت بتدعي انهم ادركوا الموقف اللي هم فيه ولكن عشان نشوف ثورة معينة عشان نرأي اللي علاقات دي بتتبدل وبتشهد ان شاء الله حتى ذهابوا عودة يعني تمرد عليه بعدين رجع تاني تعاطف معه بعدين رجع تاني كانوش بيعملوا اي حاجة من الكلام ده هم تحت السيطرة والدنيا ماشي معهم بنفس الطريقة لغاية النهاية ما فيش حاجات كتير تاني تتقال اكتر من ان يعني هو تعليق واحد وبعدين نتكلم في السلسل النهاية على طول المسلسل من نقاط الضعف الشديدة اللي فيه صراحة هي ان القدر كبير من احداثه كان بيحصل على جزر منعزلة ومش قصدي الجزيرة بتاعت فريدة قصدي جزيرة احداث يعني الموال بتاع سيف ورباب اللي احنا قضينا معاه ما لا يقل عن خمس حلقات مثلا بتركيز كبير اللي الموضوع دوت من بعيد لبعيد عشان نلاقي الناس ده يتدخل الدوائر الاهتمام ونلاقي ان احتمال تكون هي ليها يد هو ليه يد الموضوع كان فيه علاقة مركبة الموضوع كان فيه تأثير نفسي الموضوع كان فيه سيطرة عاطفية وبعدين فس اكبر فس في كل احداث رمضان ولا كان ليهم اي انا عادت افكر قبل الحلقة دي هم دخلهم في الموضوع ده من اولو الاخروسيف اللي هو احمد مالك ورباب بكل العملو بما يحمل دلك من سذاجة زي موضوع ربابل اللبسة البلت والبروكة عشان تثبت براءة سيف في نقطة معينة وقبل كده كان عشان تكتب على جنانه وتنتقم منه معلين ايه حاجات سازجة اولي معلين سازجة ده افضل كلمة قادر اتكلم فيها يعني في النهاية ده كله على بعضه كان تأثير وعلينا ايه سواء على المستوى العاطفي او على مستوى الجريمة ولا حاجة ست حلقات نقول عشرين في المية منهم ده لوانا راجل طيب يعني كان متدخل بالكامل مع سيف ورباب والنتيجة صفر نفس الموضوع ممكن نطبقه على العلاقة مع خالتها والمطعم والفلوس والحجز والكلام ده انا مش ضد ان انت تديني خط احداث موازي بس تأثيره ايه علينا مش بقولك حتى ان هو لازم يكشف لنا حاجة على مستوى الجريمة يحدد يخلق تحول على مستوى الدرامي ولكن هو ما عملش اي حاجة ولا حتى دائقتهم المادية دي انعكست على ضائقة مادية برضو النحياة دي ولا افسادة المزاج العام للمنزل بتاع نور وعيلتها والكلام دي ولا حاجة بالبيبي اللي كان في الحضانة والبيبي اللي خرج من الحضانة والمطعم اللي حيحجزه عليه وبعدين يلا تردي الفلوس ده تأثير وعلينا كان ايه ماينفعش يا جماعة ماينفعش يبقى في حاجة كده بتشتغل معانا ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية ما اثرتش اي حاجة على ما هو حولها من احداث ونقول عليها انها كانت كويسة الا لو كانت هي الخط الرئيسي وبعدين نبتدي نشوف الخطوط التانية تأثيرها عليها كان ايه وحقيقة هو كان هيبقى خط رئيسي لطيف انا مش ضده يعني فكرة الزبط اللي نفسه يخلف وبعدين جاله بيبي غير مكتمل النمو وده اثر عليه تأثير نفسي خصوصا مع تعرض مشروع حماته لصعوبات كبيرة فده خلق نوع من انواع الانشقاق في علاقته بامراته والكلام ده كله وبعدين بقى فيها عندنا في الخلفية جريمة وحد تقتل وعفريت بيطلع وكلام ده وهيستعمل كده عملي كده بس برضو لازم تلاقيلي سطر لازم تلاقيلي لينك لازم تلاقيلي رابط ده ما عجبنيش اطلاقا 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 لغاية لما وصلنا لي مهزلة النهاية بتاعت المسلسل مش هايزة سسميها مصرحية النهاية بتاعت المسلسل اه 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 ابعاد الجريمة باللي حصل فعلا نفسه يدعو للسخرية جدا يعني مين اللي كان في الجزيرة في اليوم ده ده لغز راقي شوية ممكن نفكر فيه الاجابة هي كلهم كانوا على الجزيرة يا برينس كلهم العمر كان موجود جمال كان موجود مراته كانت موجودة المراكبية كانوا موجودين كشفين من نادي جينك كانوا موجودين اكنين بتوع اسعاف كانوا موجودين اكنين عناب كانوا موجودين مشاريب بالهبل فلوس كل حاجة كانت موجودة في نفس اللحظة ما حرمتكش من حاجة رابط لك كل حاجة في نفس الموضوع مين اللي قاتل كومبو نص عمر نقدر نقول عمر مسئول بنسبة سبعين في المية تلاتين في المية شهيرة سبعين في المية عمر عمل كل حاجة في الدنيا شهيرة خدتها نص وقعتها في المقاية موتتها ايه السزاجة دي وده ما كانتش اسزاج حاجة في الموضوع كله وطريقة الفريمينج بتاعت عمر اللي صممتها نور ومصطفى المحاميين المتعلمين اللي متنورين اللي قراروا ان هم بس حينرفزوه ومصطفى حيقف يصوره من الموبايل جوه عشان في الاخر يواجهه فياخد الموبايل منه ويجري ويرزعه علقه عمليا يعني مصطفى كالعلقه ونوع تصور اصلا ممكن يخش في مواجهة بدنية ضد عمر ويكسبها بأمر تيه يا ابني شوف عودك وشوف عودي مش هيجي يعني مش هيحصل وبعدين موقف نور من المشهد ده بس كفاءة عمر بس كفاءة مصطفى يا نهاري سود انت وديتي واحد في دهية عمر خلاص عارف طلع من المشهد بانه هو هيدي مثلا ومستعد انه هو يتفاهم اعدام يا برينس الموضوع خلصات سمعة في الحديد خسر ولاده يلا اروح في دهية اهدى يا عمر اهدى يا عمر لا لا يا جماعة والنبي اهدو اهدو المسلسل فيه قدر كبير من الحور السازجة يا جماعة الممنم يعني شخصياتنا قالت كلام من اعجب ما يمكن في اوقات تكير ولكن واحد لسه اندمر مستقبله ومواجهه بكل مسوقه وعرفته ان انا كنت بصوره واقول له اهدى رررر وبرده دي ما كانتش اكتر حاجة سازجة في الموضوع اعجب حاجة في الموضوع تسلسل منتاج النهاية الذي كان القصد منه انه هو يرسل نهاية الارك لكل الشخصيات ان الطبيب النفسي بتاعنا يتكلم كلمتين في سره ان نور تتكلم كلمتين في سرها ان جمال واقف بالعربية قدام الباب ومش عايز حاجة من حد ايه انا واقف في ملك الحكومة ملكوش دعوة بيه هعمل بيكو ايه يعني عمر مات بس عمر غرق ليه ازاي ما حدش فاهم قعد يجري بالموبايل فالموبايل عمله تأثير على مخه مصطفى الدلو علقة كان مديلو الدربة بتاعة كل بلو ولكنها ما جابتش نتيجة يغرب عدم مجري سبع خطوات فمصطفى الحقيقة كان اقوى من عمر واحنا ما كناش واخدين بالنا طولع نينجا مصطفى كان يعرف فريدة ليه ليه ايه ده مفيد في ايه يعني نعمل بي ايه احنا دلوقتي يعني في النص جونة بوتريكا في الصفاقسي طريقة عمل الملوخية وبعدين نطلع نتسحل ورا سوشال ميديا ويطلع اكاونت مش موجود ويقولك بيفكر في جزء تاني ما تفكرش في جزء تاني ما تفكروش في جزء تاني يا جدعان هتعملوا جزء تاني على ايه علشان تفهمونا عمر مات ازاي ومعرفة مصطفى فريدة كان ايه علقتها بقى اي حاجة في الدنيا سيف بدل ما كان بيرسم رباب كان بيرسم نور ليه 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 مش عاوز مش عاوز لو الكلام دوت كان لاثارة الاهتمام عشان اعوز فانا مش عاوز خلاص ولو هتعملوا جزء تاني ما تعملوش حسابي طبعا شحسابي في رمضان كله السنة الجاية اصلا ده بجد والله مش هزار انا غالبا السنة الجاية مش حامل رمضان واشياء خالص انا محتاج اخد بريك واقف وقفة مع نفسي يعني مسلسلنا اللي بنا في الاول بناء لائق بخط درامي محترم وبروفايلات نفسية محترمة وخط جريمة في قدر كبير من الغموض وفي قدر من الاتصال بالعالم الاخر طلع في الاخر ما لوش اي لازمة في الدنيا ولا ليه اي ما في الدنيا فريدة ما كانش بتعمل اي حاجة شبح فريدة ده ما كانش مفيد في اي حاجة على الاطلاق يعني انتهى في الاخر ببروفايلات نفسية جيدة دراما استاتيكية لا تتحرك جزر منفصلة ملهاش اي تأثير على خطنا الرئيسي ولو اننا تسحلنا معها قدر معقول من الساعات ومن الحلقات ومن الدقائق والكلام ده كله وفي الاخر برنامج اخترنا لك علشان نقفل الجريمة بتاعتنا وانتهينا على كده حاجة ممكن ترتقي بس انها تبقى السوب اوبرا كويسة مسلسل نهاري من المعروف ومن المتوقع انه مش ناس كتير حتتفرج عليه ولكنه كويس ولكنه مقبول تقييمي ليه هو خمسة ونصة من عشر يعني قلبي ما جابنيش ان انا نزله تحت حدود الخمسة ولكن هو اقل مسلسل في المجمل اللي انا شفت كله على المستوى الفني حدي بعض التكريم لبعض الاداءات التمثيلية على الاخص سيدينا الشربيني بكل تأكيد لو صحبت ده يبقى رجل مش منصف احمد السعداني كاكتشاف بكل تأكيد محبط جدا من داود محبط جدا من مالك سوسا مبادر كويسة رحمة عبدالغفور انا ما شفتش برضو اللي الناس عمالة تقوله من الاداء المبهر ومن مدرسة التمثيلية اللي ما عرفش مالها والكلام ده كويس ومقبول وكل حاجة في الدنيا ولكن اصلا بروفايل شخصيتها كله على بعض وكده مش عارف مش عارف ابلع مش عارف اتواصل معاه قوي يمكن يكون اقل بروفايل عندي عليه علاقة او شايف منه شيء ممكن يخليني افكر فيه اكتر من اللازم او كلام زي ده وبكده كل شيء انتهى اتمنى اني اكون سلتكو واتمنى اني مكنش دايقتكم حتى لو كنا اختلفنا مع بعض في بعض الاحيان في بعض الاراء انا شايف ان ده شيء صحي وشيء مقبول وشيء ما يزعلش حد المفروض يعني بس مع نفسكم حضرتكم احرار اللي عاوز يزعل يزعل واتمنى بس اني مكنش دايقته اكتر من اللازم اتمنى اني اكون ضيف كويس مش هقول خفيف لاني اكيد ما كنتش خفيف السبعة وتلاتينات والتمانية وتلاتينات دات اكيد مش خفيف يعني كل سنة انتم طيبين يا رب عيد سعيد عليكم اشوفكم في الحلقات اللي جاية لبرضو لغاية دلوقتي مش عارف حامل فيها ايه بالزبط رمضان اللي جاي حقيقي بفكر ان انا ملعبوش خالص ولكن ده قرار بدري ان احنا ناخده من دلوقتي نبقى ناخده ساعته لما يقرب مننا الف شكرا حضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيركم الحلقات او البول وطابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي